موسيقى الخامسة الصباحة الثانية بتوقيت جرانتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس السيسي بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر باعتباره مكملا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئة الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاصة توجهة الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط الصندوق والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر وتم في هذا الإطار الإشارة إلى العديد من الأنشطة التي قام بها الصندوق ومن بينها دعم الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم بالإضافة لتنظيم قوافل الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنية وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفدين من خدمات الصندوق شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعالمين الجديدة التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعملين بوزارة خطاع الأعمال والشركات التابعة لها ويأتي بروتوكول التعاون في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والعمل على تنفيذ خطة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مع تركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري والعمل على تعزيز استثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام باستهداف تعزيز قدرات العاملين وتنمية مهارتهم في كافة القطاعات الاقتصادية أشهد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس بجهود مصر وعملها على وقف الحرب والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني وفي كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن بخصوص الأزمة في السودان أعرب إدريس عن ترحيب بلاده بقمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر وبالبيانة المتوازن استضر عنها مبديا استعداد الخرطوم للتعامل مع الآليات الوزرية المنبثقة عنها يعقد اليوم تجمع تعاون دول غرب إفريقيا إكواس قمة طارئة في العاصمة نيجرية لبحث تطورات في النيجر ويأتي هذا الإجراء بعد انتهاء مهلة الأيام السبع الأحد الماضي وهي المهلة التي أعطاها قادة التجمع غرب إفريقيا للمسؤولين حاليا في النيجر لاستعادة الاستقرار في البلاد قال الرئيس الأوكراني فلودي مار زلينيسكي إن ألمانيا وأوكرانيا اتفقتا على توريد أنظمة صاروخية إضافية للدفاع الجوي من طراز باتريوت إلى كييف وأضف زلينيسكي أنه أكد خلال محادثاته مع المستشار الألماني أليف شولت أن إمداد كييف بأنظمة باتريوت إضافية سيمكنها من الدفاع عن شعبها في مواجهة الهجمات الروسية وعلنت برلين في وقت سابق أنها قررت شحن قذفتين أخرتين من منظومة باتريوت إلى أوكرانيا أعرب المتحدث باسم سفارة بكين لدى واشنطن ليو بينجيو عن خيبة أمل بلاده من قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحد من الاستثمار الأمريكي في قطاع التقنيات العالية الصينية وقال بينجيو إن الولايات المتحدة اتجهت نحو فرض قيود جديدة على هذه الاستثمارات رغم أن الصين أعربت مرارا عن قلاقها العميق من هذا الأمر تكدس الألف من السائحين على مطار جزيرة ماوي بولاية هواي الأمريكية والواقعة في المحيط الهادئ هربا من موجة الحرائق المستعرة في الجزيرة والتي أصفرت عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص وقالت السلطات الجزيرة إن المطار الرئيسي في ماوي كان يأوي ألف مسافر ألغيت رحلاتهم أو وصلوا مؤخرا إلى الجزيرة مشاهدينا بهنا نكون قد وصلنا لنهاية الموجة لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي ناردين حبيب تمتم في أمان الله اشتركوا في القناة